اهلا بكم مجددا نالت صورة طفلة قتلتها طائرات الاحتلال الروسي بمدينة خان شيخون جنوب ادلب نالت جائزة اكثر صورة مؤثرة من وكالة الصحافة الفرنسية لعام 2019 اما المصور الذي التقط هذه الصورة فهو الاعلامي والمتطوع في منظمة الخواذ البيضاء والذي ايضا قتلته ذات الطائرات بعد فترة نتابع التقرير التالي ونعود للنقاش فخورونهم بسيطرة على المناطق المحررة والتقاط الصور على انقاضها لكن ذلك لم لن يمسح جرائمهم من ذاكرة السوريين ووسائل الاعلام منها على سبيل المثال للحصر وكالة الصحافة الفرنسية التي اعادت الاذهان لمأساة خان شيخون قبل سيطرة الميليشيات الطائفية عليها فاختارت صورة طفلة مصابة بنيران الاحتلال الروسي الى جانب جثة شقيقها كافضل صورة للعام الحالي افضلية الصورة عكست بشاعة موقف مجتمع دولي ادى سكوته انذاك لحصول ما حصل في المدينة واستمرار هذه المشاهد في باقي مناطق ادلب اما ملتقط الصورة فهو انس دياب الذي حمل الكاميرا كاعلامي حينا واعتمر احيانا خوذة الدفاع المدني قبل ان تقتله طائرات الاحتلال الروسي بذات المدينة فقط في سوريا يتحول الشاهد للشهيد بينما القاتل طليق بل وينفي جريمة الكيماوي في خانشيخون وغيرها من مناطق البلاد رغم هذا الانكار تفيض اضابير المنظمات الحقوقية بالاف الصور والمشاهد المؤلمة لاطفال اخرين كطفل الهبيط وصولا الى هؤلاء وليس انتهاءا عند اولئك في مخيماتهم اطفال عمرهم بعمر الثورة لا يعرفون لما هجروا وفيما قتلوا وعلام خذلوا لكنهم يؤكدون كما هذه ان نيران الاحتلال تقتل الاطفال لكنها لن تقتل الطفولة وحلمها في الحرية والتحرر مش هط عليه هاي البشكير حد بدوب ليش بس لي 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 ليش ليش بردان وقلبي هنا ينضم الينا محمد الفيصل مراسل اورينت نيوز معنا من جبل حارم كما ينضم الينا ايضا الصحفي سامر العاني معنا من غازي عنتاب مساء الخير واهلا بكم محمد يعني هذه الصور التي شاهدناها عن الاطفال السوريين المتواجدين اليوم في الشمال السوري في ظل اجرام ميليشيا اسد والاحتلال الروسي عليهم لنتحدث اكثر عن الصورة التي نالت الجائزة ما هي التفاصيل يعني هذه الصورة ما هو مصير هذه الطفلة اين تتواجد اليوم اضافة ايضا لاطفال سوريين اخرين محمد على ما يبدو ان زميل محمد لا يتمكن من سماعي سأعود اليه واستاذ سامر يعني شاهدت معنا التقرير وشاهدت هذه الصور التي يجب ان تكون لاطفال سوريا الذين من المفترض انهم سيبنوا مستقبل سوريا ولكن في ظل اجرام ميليشيا اسد والاحتلال السوري يعني على ما يبدو انه ما يشاهدونه هو فقط الاجرام والمعاناة ان كان في مخيمات الشمال السوري ان كان في بلدان النزوح كيف تنظر الى هذه الصورة التي حصلت على جائزة من قبل وكالة الصحافة الفرنسية وهل ستتمكن هذه الصورة التي تعكس جزء بسيط من واقع الاطفال السوريين اليوم متواجدين في الشمال السوري هل ستتمكن من تحريك ضمير المجتمع الدولي صحيح اولا اهلا بكم وبالسهد المشاهدين يعني انا اعتقد ان كل المجازر التي حدثت في سوريا كل القتل والدمار كل الدماء لم تحرك ضمير المجتمع الدولي حتى تحركوا هذه الصورة نحن نتعامل اليوم مع مجتمع دولي لا انساني لان تحركوا لا هذه الصورة ولا الاف الصور حقيقة ليست هذه الصورة فقط كل مشهد في سوريا هو مشهد مؤثر صحيح ان هذه الصورة لانها التقطت وعرضت على كبريات وسائل الاعلام كانت صورة مؤثرة لكن حقيقة كل مشهد في سوريا هو مشهد مؤثر كل جريمة هي جريمة مؤثرة كل طفل كل مشهد طفل في سوريا حي او شهيد هو مشهد مؤثر الاطفال يعانون جوع يعانون حصار يعانون الموت انا اتحدث الان عن التقارير وثقتها الشبكة السورية لحقوق الانسان انا اتحدث عن 29.017 طفل 29.017 طفل قتلوا خلال الثورة السورية قتلهم بشار الاسد انا اتحدث عن 168 طفل او 186 طفل قتلهم بشار الاسد بالكيماوي اتحدث عن 404 اطفال قتلوا بالقنابل العنقودية اتحدث عن 305 اطفال قتلوا بسبب نقص الغذاء والدواء هذه ارقام الشبكة السورية حلو حقوق الانسان هذه ما وثقت بالاسماء اي ان هناك اكثر من هذه الارقام بكثير لم يحصلوا على الاسماء ولم توثق انا اتحدث عن 3618 طفل معتقل عند بشار الاسد في سجون بشار الاسد كل هذه مشاهد مؤثرة عرقام مؤثرة كل طفل من هؤلاء الاطفال طبعا استاذ سامر هذا لم نتحدث عن الاطفال الذين سربوا من المدارس واضطروا للعمل في ظروف انسانية او ظروف غير انسانية اطلاقا ليتمكنوا فقط من اعالة اسرهم نعم لكن انا هنا اقول ان هناك انتقام ممنهج من بشار الاسد تجاه جيل المستقبل تجاه الاطفال يجب ان لا ننسى ان الثورة السورية بدأت بايدي اطفال كتبوا على الجدران في درعة انا اتحدث اليوم عن حمز الخطيب وهاجر الخطيب انا اتحدث اليوم عن ابناء رانيا العباسي المعتقلين في سجون نظام مع والدتهم بطلة شطرانج انا اتحدث عن الكثير والكثير من الاطفال وكلنا يذكر هذه المشاهد انا اتحدث عن طفلة تلكلخ التي ظهرت في شهر الخامس من عام 2011 تبكي والدها الشهيد وتقول سانتقم كل هؤلاء الاطفال مشاهد مؤثرة في سوريا كل هؤلاء الاطفال كل طفل منهم تستحق قصته ان يذهب بسببها بشار الاسد الى محكمة الجنايات الى محكمة الجنايات الدولية بشار الاسد حقيقة هو ينتقم من جيل المستقبل هو يحاول ان يقضي على المستقبل من خلال القضاء على هؤلاء الاطفال هو حقيقة لديه نزع انتقامية نزع اجرامية ويفرغها في الكبار والصغار ويفرغها على رأس هؤلاء بالاطفال اعود الى زميلي محمد الفيصل من ادلب من جبل الحرم تحديدا محمد ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن مصير هذه الطفلة في الصورة التي ربحت الجائزة وخصوصا انه نعلم انه ملتقط هذه الصورة استشهد بسبب ذات القصف اللي يعني التقطت فيه هذه الصورة نعم احلام بداية الرحمة لروح الشهيد انس دياب شهيد الكلمة والصورة ابن مدينة خان شيخون طبعا انس دياب من موليد خان شيخون هو ملتقط هذه الصورة ناشط من المدينة كان يوثق جرائم النظام والاحتلال الروسي بحق المدنيين بالاضافة الى انه يعمل في فرقة دفاع المدني بالنسبة للطفلة حسناء لا تزال على قيد الحياة وتعافظ بشكل تام الا انه استشهد اختها واخيها في هذا القصف طبعا انا كنت الى جانب انس دياب عندما لتقط هذه الصورة انا ايضا كنت بتغطيط هذا الحدث طبعا كنا متوجدين في مدينة خان شيخون عندما استهدفت مدينة الطائرات الحربية التابعة لميليشيا النظام كان هذا الاستهداف هو الاستهداف الاول لطيران النظام الحربي بعد انقطاع لمدة طويلة حتى اننا لم نكن نتوقع ان الطيران سوف ينفذ على المدينة او على اي مكان اخر كان غائب بشكل تام لعدة شهور ثم عادت المقاتلات الحربية التابعة لميليشيا النظام المقاتلة كانت من طباز دام او المعروف بطيران الرشاش كانت بداية نفذت غارة بصواريخ صغيرة ورشاشة ثم انقضت على المدينة ونفذت غارة بالصواريخ الفراغية على منازل المدنيين داخل مدينة خان شيخون كنا نحن قريبين من المكان انا ستياب كان برفقة لي توجهنا الى المكان وصلنا مع وصول فرق الدفاع المدينة والاسعاف انس بدأ يعمل طورا في اسعاف المصابين وتارة اخرى في التوسيق هذه الجرامية تقطع في هذه الصورة عملنا انا وانا ستياب وبعض المدنيين باضافة لفرقة الدفاع المدينة على اخراج هذه الطفلة طفلة حسنة من تحت الانقاض طبعا حسنة كانت في هذه الصورة كان تحتها اخيها حسن داخل تحت الركام كانت طفل يده في خارج الركام فقط طبعا حسن فرق الحياة وتم انتشاله بعد عمل حوالي ثلاثة ساعات من انتشارها من تحت الانقاض طيب محمد يعني اليوم الشارع المحلي المتواجد في الشمال السوري في هذه المناطق التي يعني تشهد كل هذه الجرائم كيف يتعامل مع انتشار صورة كهذه الصورة وهل يتوقع أنها من الممكن أن تؤثر في الرأي العام الدولي وخصوصا أن الشارع المحلي يشاهد بأم عينه كل هذه الجرائم ترتكب يعني على مرأة منه نعم أهلا طبعا بالنسبة للشارع المحلي للأسف فقد الثقة بالمجتمع الدولي وفقد الثقة في أي أطراف خارجية ممكن أن تؤثر على مصيره في الوقت الحالي خاصة أنه يذوق الموت منذ عدة سنوات طبعا كناشطين في الثورة السورية وثقوا كل جرائم النظام السوري كانوا نعم ناجحين في عملهم استطاعوا في المجازر الكبيرة خلال مجازرة الكيموي أو مجزرة المدارس في بلدة حاس أو غيرها من المجاز الكبيرة وثقوا القصف مباشر من الطائرة إلى الأرض ووثقوا الشهداء الضحايا المصابين وثقوا الدمار أخذوا شهادات ومقابلات مع شهود عيان مع مختصين مثل الطباء وفرق الدفاع المدني وغيرها ووصلوا الصورة بشكل كامل إلى المجتمع الدولي حتى في عدة لغات وعدة وسائل إعلامية ناشطوا الثورة قسم كبير منهم بات يعمل لصالح وكالات عالمية منهم بات يعمل لصالح قنوات ووكالات أيضا عربية تواصلوا مع كل هذه الجهات خلال الجرائم أوصلوا كل المعلومات والتوثيقات للجان الدولية والجان المختصة طبعا أنا أرتكب ولكن إلى الآن ما زلنا نشاهد هذه الجرائم حماد بحقها أولاء الأطفال كما ذكر الأستاذ سامر انتقام ومنهج من أطفال سوريا في المناطق التي ثارت عليه دعونا نشاهد مع النتائج لأستطلاع اليوم الذي وجه زملاء على صفحة أوريان سؤالنا اليوم ما تأثير صورة الطفلة تحت الأنقاض في إدلب والتي حازت على جائزة أكثر صورة مأساوية لعام 2019 بنسبة 19% بتشوف أنه ليس لها أي تأثير على المستوى الدولي وبنسبة 81% بتشوف أنه التأثير سيكون على مواقع للتواصل الاجتماعي فقط أستاذ سامر أترك لك تعليق على الاستطلاع ونتيجته حقيقة نعم قد يتضامن مع هذه الصورة أو يتأثر بهذه الصورة الناس يتأثر فيها المنظمات يتأثر فيها من يشاهدها قد يكتبون فيها منشورات قد يكتبون فيها تغريدات قد تأخذ ضجة إعلامية كما ذكرتم على مواقع التواصل الاجتماعي لكن أن تكون هناك خطوات عملية من المجتمع الدولي من مجلس الأمين من الأمم المتحدة لإيقاف هذه المجازر أنا لا أعتقد أنا لا أعتبر أن الروس مثلا ضالعون في قتل السوريين منذ عام 2015 منذ تدخلهم هم ضالعون في قتل الشعب السوري منذ أول طلقة أطلقت في سوريا أول طلقة أطلقت بسلاح روسي والروس موافقون على هذا الأمر والروس سيغذون النظام بالسلاح بالذخيرة بالحماية وكل هذه الأمور إذن ما دام هناك دول كبرى ودول عظمى لا تقوم بأي شيء نحن نذكر تصريح أوباما عندما قصف النظام بالكيماوي وقتل الآلاف المؤلفة وقال أوباما وحرك أسطوله وقال سنعاقب بشار الأسد بماذا عاقبه؟ لم يعاقبه بأي شيء سحبت جزء من الترسينا الكيماوية ولكن ما زال الكيماوي مستمر وما زالت جرائم أيضا مستمرة أستاذ سامر نعم أشكرك جزيلا شكر أصحفي سامر العيني تهوقت برنامجي للأسف نعم شكرا جزيلا لك سامر العيني أصحفي كنت معنا من غازي عن تاب شكرا أيضا لزميلي محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز كان معنا من جبل حارم بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا نعود ونلقاكم الأسبوع المقبلة